السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين وبعد فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي كل عام أنتم بخير وأسأل الله أن يتقبل من يومكم صالح الأعمال ها نحن بين يدي شهر رمضان بين يدي أنفاسه الخاشعة الزاكية الكريمة المباركة تعالوا بنا لنواصل الحديث عن الركن الرابعي من أركان الإسلام على والصيام ونحن الليلة على موعد مع اللقاء الحادي عشر بعد المائة الأولى من لقاءات هذا البرنامج الهادئ الهادف الذي أقدم من خلاله شرحا للدين كله تعالوا بنا لنتعرف على فضل رمضان ورب الكعبة لو عرفت الأمة فضل هذا الشهر لتمنت أن تكون السنة كله رمضان فعنوائل بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والحديث الروا أحمد والطبراني وغيروما بسند حسنه بعض أهل العلم ومن أهل العلم من ضعف إسناده من باب الأمانة العلمية قال عليه الصلاة والسلام أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت أي مضت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان قال الرحيم الرحمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال جل وعلا إن أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر الصورة قال جل وعلا في صدر صورة الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر فالقرآن له فضل كبير وقدر عظيم وأجر وفير وهو نعمة من أشرف نعم الله التي امتنى الله بها على عباده فهو كلام الله سبحانه وتعالى وكفى ودليل إعجازه أنه من عند الله يكفي هذا قال الله تعالى في شأن القرآن الذي نزل في رمضان قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكر لقوم يؤمنون وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهة مثان يتقشعر منه جلود الذين أخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد وقال الله أحسن الحديث كتابا متشابهング وقال الله وقال الله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمه وقال جل علاه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى الصراط مستقيم وقال جل وعلا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم وقال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبير وقال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وقال جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ثرة وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور آيات عظيمة وكثرة في فضل القرآن الذي شرف الله به شهر رمضان فأنزله فيه ولذلك روى البخاريون مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من لآل رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وفي الحديث الذي راه أحمد وغيره بسند حسن عن أبي سعين الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه يوما فقال أوصيك بتقوى الله أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض في رواية المخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية الترمذي بسند حسن من حريث عبد الله بن سعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله حرفا فله بحسنة والحسنة بعشر أمثالها أما إني لا أقول ألف لا ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف وفي رواية عيشة الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران وفي رواية عبد الله بن عمر عند أصحاب السنن بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ وارتقي واصعد كما كنت ترتل في الدنيا فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه وفي رواية قال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وفي رواية الترمذي والدارمي والحاكم بسند حسن عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله أي حل حامل القرآن وصاحب القرآن يا رب حله فيلبس تاج الكرامة الله أكبر ثم يقول القرآن يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول القرآن يا رب ارضى عنه فيرضى الله عنه فيقال له اقرأ وارقأ ويزداد بكل آية حسنة رواية مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت أي يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تدبروا هذا اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم لتطرد الجن والشياطين وفي رواية أبي داود بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال لو كانت سورة واحدة لكافة الناس فكيف بمية واربعتاشر سورة من سور القرآن الكريم وفي صحيح مسلم من حديث عمر رب الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين وفي رواية عند الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصطه وفي رواية أبي موسى الرقراقة الجميلة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأثرجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمره لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر وليس لها ريح وفي الصحيحين من حديث أبي أريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به وفي رواية مسلم عن عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام قال خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدوك كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوما وين في غير إثم ولا قطع رحم فقلنا رسول الله كلنا يحب ذلك فقال عليه الصلاة والسلام أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث آيات خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل قرأت ألف آية أفضل من ألف ناقة انظروا إلى فضل القرآن وهذا والحديث الذي أجلته لأذكره في فضل القرآن ويبين كذلك فضل الصياب حديث أبي أمامة الذي راه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوي البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما يوم القيامة اقرأوا سورة البقرة وفي لفظ خذوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطعها البطلة يعني السحرة لا يقدر السحرة على سورة البقرة وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين والحسدون بمعنى الغبطة أن تتمنى الخير لأخيك وأن تدعو الله أن يرزقك مثل ما رزقه لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله في القرآن فهو يتلف أناء الليل وأناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه وأناء الليل وأناء النهار وفي مستدي أحمد وسنة بن ماجة بسند فيه ضعف وحسنه الشيخ شعيب رحمه الله بشواهده عن بريده قال كنا كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فسمعته يقول وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين أنشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فأقولني بما كسيتنا أو بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن بأخذ ولدكما القرآن يا له من فضل يا له من فضل ولذلك أحذروا نفسي وإخواني من الإعراض عن القرآن فوالله إنه لذنب عظيم روى المخاري عن سامرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وقال لي امطلق امطلق وإن امطلقت معهما وإن أتينا على رجل متجع وإذا رجل آخر قائم عليه أي واقف عند رأسه بصخرة وإذا هو يهو بالصخرة لرأسه لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر وها هنا فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه أي بالضرب فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى قال عليه الصلاة والسلام قلت لهما سبحان الله ما هذان قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شق وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه يشد إلى الخلف ومن خره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فقال عليه الصلاة والسلام حين سأل قيل له أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله من فضاء الرمضان القيام القيام صلاة الترويح من أعظم الفضائل ففي طحيح الإمام الأخري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يا أخي لا تحرم نفسك هذا الفضل كم من أناس يتركون الترويح للجلوس أمام الشاشات وأمام مواقع التواصل وأمام الهواتف المحمولة لا تضيع هذا الفضل وهذا الخير فورب الكعبة لا يضمن أحدنا أن يعيش إلى رمضان هذا فضلا عن غيره من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فريات بن حبان وابن خزيمة والبزار بسنة الحسن بل ومن أهل العلم من صححة عن عمر بن مرة الجهني رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلاوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته وقمته أي وقمت ليلة فممن أنا قال من الصدقين والشهداء قال من الصدقين والشهداء رمضان رمضان شهر تكفير الذنوب شهر تكفير الذنوب شهر الطهارة روى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم بسند حسن ومنهم من صححة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال راغم أنف رجل أي تعرض للمذلة والخزي والهوان رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخله الجنة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر من أشرف ليالي العام ولا تكون إلا في رمضان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يبقى قيام ليلة القدر إيمانا بالله واحتسابا للأجر من الله يغفر الله عز وجل لك بها الذنوب الماضية وفي رواية مسلم حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فقد اتفق أهل السنة أن الأصل في تكفير الكبائر التوبة أن تقلع عن الذنب وأن تندم على فعل الذنب وأن تعمل صالحا وأن ترد الحقوق إلى أهلها إذا كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد فالأصل في الكبائر التوبة رمضان شهر العتق من النيران شهر تفتح فيه الجنان شهر تصفد فيه الشياطين ومردة الجان ففي الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين في رواية الترمذية والنماجة والنسائي بسالة حسن حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة أي حتى ينقضي رمضان رمضان يا إخواني شهر ليلة القدر والحديث عن ليلة القدر حديث مستقل عظيم قال جل جلاله إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تلام هي حتى مطلع الفجر رول الإمام بن ماجا والبيهقي وغيرونهم بسند صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين دخل رمضان قال إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم وفي رواة أحمد والنساء بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامة تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرادة الشياطين لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم على تفصيل بين أهل العلم قال عليه الصلاة والسلام في رواة أحمد بسند حسن ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة وعشرين وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى وقد علم النبي قال الله عليه وسلم أم المؤمنين عيشة والأمة معها الدعاء في هذه الليلة العظيمة بهذا الدعاء الجامع كما في سنن الترميذية والدنماجة بسند صحيح قالت عيشة يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قل اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني وفي لفظ اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني وفي رواية مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمارات ليلة القدر أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها فاز من فاز وخسر من خسر في رواية بن خزيمة والبزار بسند صحيح من حديث بن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا بارلة تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء لا تعارض بين هذين الحديثين فتخرج ضعيفة حمراء ثم بعد ذلك تصبح بيضاء لا شعاع لها وفي رواية مسلم عن أبي ريرة قال تذاكرنا يوما ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكو حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة شق جفنة نصف جفنة والجفنة هو إناء الطعام يظهر القمر في ليلتها مثل نصف جفنة من فضاء رمضان أنه شهر يستجاب في الدعاء كما في مسند أحمد وغيره بسند صحية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له يا له من فضل أيها المسلمون هل يتجرأ مسلم بعد ذلك بعد هذا الفضل وبعد هذا الخير أن يفتر رمضان عن قصد وعن عمد منتهكا لحرمة هذا الشهر العظيم منتهكا لهذه الشعيرة العظيمة من شعير هذا الدين من غير عذر من مرض أو سفر فأذكر المسلمين وأذكر أولادنا وبناتنا ممن يفرطون في الصيام رمضان من غير عذر ولا ضرورة وأقول والله إن من يفتر رمضان قد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر وقد ظلم نفسه ظلما كبيرا وعليه أن يعجل وأن يبادر بالتوبة إلى الله يجل وعلا ثم عليه أن يعلم أنه يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصيام في سن التكليف أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم جميعا على صيام رمضان وأن يتقبله منا وأن يجعله مع القرآن كافعا لنا بين يديه سبحانه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وتعالوا بنا بإذن الله في لقاء المقبل على عجالة لأبين لحضراتكم ما يتعلق بالصيام ورمضان من أحكام والله أسأل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفقهنا إنه أليه ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته